جعل الله للإنسان في طريقه محطات ومناسبات يبيض فيها صفحته ويقيل عثرته وزلته ومنها صلاة التراويح فهي من قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصلاة التراويح مع الإمام أفضل من صلاتها فراد في البيوت لما يترتب عليها من الفضل العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف قتب له قيام ليلة كما أن التراويح مدرسة لتهبيب النفس وتدريبها على النوافل وقيام الليل وقد كان بعض السلف يقول ما من شيء أجدوه في قلبي ألد عندي من قيام الليل والأفضل أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فإن زاد على ذلك أو نقص فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ويستحب القنوت في الوتر ولكن ينبغي على الإمام أن يحافظ على الأدعية المأثورة وأن لا يطيل وأن لا يتكلف السجع ولا يبالغ في رفع الصوت والصراخ